السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم وكما طلبتو نشارك معكم وصفة للفقية قصة الحلوين سنشاركهم معكم اليوم بواحد الوصفة اللي هي حصرية وجديدة وصفة اللي سهلة بزف تحضر ديالها ما تحتاج فيها لعوين لدليك ولا تحربيل ستدرون بواحد العجينة اللي هي سائلة سريعة ضغيط غيط يتحضروا ويأتيوا اكتر من رائعين يأتيوا مقرمشين هشاشين بزف ومن اروع ما يكونوا كسب رمو الدلي هي طويلة ان شاء الله اقتراح ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ويالبي الطلب ديالكم ما تنسونيش فقط من لايكات للتشجيع وندوز معكم مباشرة للمقادر وكذلك كيفية تحضر وعلى بركة الله نبدأ معكم بالمكونات اولا فكمكونات غدي نحتاج لنا كأس ديال السكر كأس ديال زيت وكأس ديال الماء ندير كذلك نصف كأس ديال زنجلان منقيم ما محمر ونسكاس ديال الماء زيناء او للنشاء نصف ملعقة صغيرة ديال الخميرات الحلويات ملعقة صغيرة خليط ما بين نافع وحبت حلوي لبسوا تديروهم حبوب ممكن قبيصة ديال الملحة ودقيق حسب الخلط ونقول لكم بالضبط شحال غدي تحتاجوا والقوام اللي خاصكم تحصلوا عليه ودائما دقيق من الأفضل نوعية جيدة سوف نضع فيه السكر الزيت الماء والقبيصة ديال الملحة ونحاول نخلط من ماء ونسجم لكم هذا الزيت مع باقي السوائل وكي تحولها كل لون ديال الابيض بحل الحليب من بعد نضيف باقي المكونات اللي هي الزجلان النافع مع حبة حلوة اللي يمطحونين ضفت كذلك النشاء ضفت الخميرة ديال الحلويات وضفت كذلك نشوية ديال الطقيق كان خلطت شي مبدئيا وواحد شوية هكا بالخلاط اليدوي كي نسجم لنا العناسرين كيف قوش تكتلات عد من بعد كم قاك نضيف الدقيق بالتدريج بالنسبة هنا للخليط هذا الخليط هذا أفضل خفيف يعني القوام دياله خاص يكون بحل قوام ديال العجين هكا ديال البريوش يكون خفيف هكا نوعا ما ما ماشي سائل يعني سائل بحل خليط مثلا ديال كيكلان ثم كيف كتلاحظوا معايا القوام دياله كيكون خفيف بحل العجين ديال البريوش هكا كتلتها سقق في اليدي كانت منها تكون يعني الفكرة واضحة بالنسبة لي أنا فحتاجت ربعة الكؤ ديال الدقيق او لربعمائة جرام ديال الدقيق زائد نسبة زيال النشاء فصافي هذا هو القوام من خاصكم تحصلوا عليه وحاولوا ما امكان انكم ماتقلوها شكتر من القياس باش تبغي تخرج لكم من البريوش هكا سوف نحتاج بطبيعة الحال البريوش او البريوش او البلاستيك اللي عندكم انا هكا ندير هكا الجايب الحلواني اللي عندكم غليط مزيان ما عندكم اش ديرو هاد البلاستيك هادا كدير كي يكون خاص بالمجمد يكون غليط يعني بلاستيك اللي تكون قاسة حافش تقطع معكم اما هاد النوع ديال البلاستيك اللي كي يكون ديال تلاجة فما يسلحش لكم غير غير غادي سوف نزلوها في العجينة المرة اللي اولا ثانية سوف يبقى يترتق لكم هنا هكا اما هكا لديكم شبوش هكا اللي يكون قاسح مزيان او لبلاستيك دياله مزيان او لا تديرو البلاستيك الخاص بمجمد ذاك البلاستيك اللي كي يكون غليط وصفوك تقطعوا بحلا كاية الرأس وكا تحاولوا تديرو يعني القياس اللي كتبغيون انتوما في الفقاقصة ديالكم او لفليبودان سوف نزيد مزا نقطع واحد شوية من هنا سوف يكونوا تجربوا القياس هذه القياس كافية يعني بحلا تشكلوهم باديكم القياس اللي كتبغيون انتوما قادينا اخذ واحد اللاطة اللي انا فرشت لها ورقة طه وماشي ضروري ورقة طهي ممكن دهنوها غير هكا بواحد شوية ديالزيت سوف يبدو تشكلوه طريقة تشكلها سهلة يعني هالطريقة هاتي هي اللي كتخليها سهلة هي هكا انكم كتديروها في بلاستيك وكتبقوا كتخرجوا الحريبلات ديالكم بلا ما تبقوا اتخذوها كطريفات ديالاجين حربل 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 صراحة هي يعني الوصفة التقليدية العادية لأننا كان حرب له ولكن لهاد الوصفة هاتي او لها فهذه فكرة سوف نستمر لنا بهذا الشكل هذا سوف نبقى كنخرج العجينة بالبوش بهذا الشكل هذا هذا الاثناء الفرن سوف يكون عندي كيس خن من قبل طبيعة الحال وقديروه نرميه لبحل شمعه غير من الاسفل فقط سواء اندرتو فرن غازي ولا كهربائي بالنسبة لفرن كهربائي فقديروه حتى 150 درجة وبنسبة لفرن ديالجاز بحالي كالطيب والصابلي نرميه لغير من الاسفل تبليكم غير تشمعتها كنشفات العجينة هكا من تحت ونشفات شوية من الفوق ما تخليوه كنشفات شوية من الواجهة ديالها وخرجوها هذا هو الشكل ديال انتم كيف كانت تشوفوا بيضا وما تخليوها لا تتحمر ولا تصفر ولا ولوح يخليوها ما امكان تكون هكا بيضا من تحت وحتى من الفوق سوف تخليوها تبرد غير واحد خمستاشر دقيقة ما تحتاجوش انكم تبردوها وقت اللي هو طويل ضغية ضغية هي تتمسك غير حاولو انكم تغطيوها بحت المنديل غير باش ما تقروش لكم هكا وتدليكم واحد القشرة من الفوق اللي هي شي شوية نشفة وقد تفرتت لكم في التقطع انا هنا ايا ما خليتاش بزاف هنا راه دافية انا كنقطع فيها وهي راه ما زالة دافية ولا ليبودا ديالي هنا راه ما زالين دافين سوف يكون قنقطع مباشرة لا طل ولا هاي كنقطع فيها والتانية راه ما زالة عندي في الفرن كنبقاء كنقطع كفت لكم بغية ضغية ما غديش نحتاج ان ينبردها وقت اللي هو طويل انتم مشوفوا معي الشكل ديرهم كيفاش داير كيجيزوين بزاف بزاف بغيتو تقطعها هكا واحدة بوحدة او لا جوج او لا ثلاثة صراحة انا كنف انا كنفقى او لا ثلاثة اذا كان عندكم شي موس لي هو طوي حاولوا انكم تقطعوا يعني جوجو لا ثلاثة دفعة واحدة واللي اه ما غلبش اللي تغلب عفوين سوف يقطع وحدة بوحدة نا غدي نقطع وحدة بوحدة لاني كيف كنت لكم هنا راه نقطع فيهم باقيين دافين فغدي نفضل ان نقطع وحدة بوحدة كانت تحكم في البودان ديالي وكان نقطعه بسرعة غدي نتمر كذلك بنفس الطريقة حتى غدي نقطع الكيمية كاملة اللي عندي اللاطة اللولة وقد لاتنا كيف كنت لكم راه نلاطة الثانية ر ما زال عندي الفرق غير نخرجها حتى نقطعها مباشرة باش نحمر كل شي دفعة واحدة فهنا كيف كنت شوفوا معي من بعد ما قطعت الكيمية كاملة كيمية كاملة يعني اللاطة اللولة واللاطة الثانية من بعد ما قطعتهم تركوا في واحد اللاطة ولكن غادي نعود نديرهم في اللاطة اللي هي كبر من هكا باش يتوزعوا في اللاطة كاملين و يتحمروا و يأخذوا لي لون يوم واحد بالنسبة للتحمار ذي الوام فقط تحمرهم في الفران نفس الطريقة يعني الفران تكون عندكم سخن هنا كيش علم الفوق من تحت من الأفضل عندكم مثلا غير كيش علم جهة واحدة بحال ده أنا غدي نحمرهم في الفرن ديال الغاز فقدرتهم في الجهة الفقانية و بديت كنحرك فيهم هكا واحد شوية و من بعد هبطتهم الجهة تحت نية كيف هكتشوفو و كمقا نحرك فيهم بحال اللي كتتحمروا الكاوكاو أو اللوزة أو الحمص نفس الطريقة كي سبقوا انتوما كتدخلوهم الفران كي سخونوا اليوم شوية و كي سبقوا كتتقلبو فيهم كتتقلبو فيهم حتى كيتتحمروا و نعود أكد لكم انتوما كيف كتشوفو نار مهيلة بحال الشمعة باش كي يطيبو على خطر خطرهم كي يجوكم مقرملين بحال ما الداخل بحال ممرة و كي ياخدوا نفس اللون موحد كيف ما كتلكم بحال داخل بحال بحال بره كيف ما بره يعني كي ياخدوا نفس اللون الموحد يعني بشرط كيف ما كتلكم طيبهم على نار اللي هي مهيلة بزف هنا بالنسبة للناس دائما اللي كي سؤولوني هاد المكونات اللي عطيتكم اليوم غادي نعبرهم قدامكم غادي نعبر الكيمية كاملة اللي طيبت فادي تخرج ليه تقريبا واحد سبعمائة وخمسين جرام ديال الفقيقصات يعني كيلو الاروب ديال الفقيقصات و انتوما شوفوا بحال غادي تحسبوهم يبقى لكم هاداك شيل انتوما بحال كتحسبو يعني كحال كتتاخدوا نسبة ديال الاربح اللي كتاخدوا انتوما فكان هدا هو الشكل النهائي ديال الفقيقصات اللي شاركت معكم اليوم طريقة اللي هي سهلة بزف بزف ما كتاخدش الوقت منكم نهائيا مكونات ليا كيفشتوا معي اقتصادية متوفرة ما فيها لا بيض لازدالة شي حاجة يجو هشاشين يجو مقرمشين عفوان محمرين من اروع ما يكون بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهم فبنسبة لهاد الفقيقصات هادو تديرو ايما في واحد طاسة ولا سطيلة ولا شعوبة هكا اللي تكون محكمات الاغلاق تكون كدسد مزيان ما عندكم شركة تديرو غير بلاستيكا بشرط انكم تخلو محتي بردو تماما يكونوا باردين تديرو البلاستيكا او البلاستيكات اللي هما صغر ووزعو هكا كميات مثلا ديال 100 جرام او 120 يلحسا بعدد افراد الاثراء ديالكم او ديال 250 جرام تبقاو هكا تحلوها كل مرة بغيتو تحلو واحد للبلاستيكا وتقدموها كمع كويس ديالتين ان شاء الله اقتراحات اليوم من الاعجاب ديالكم كيف العادة ما تنسونيش ملكات ديالكم للتشجيع شاركو الفيديو مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاشتباعي نشكركم دائما لحسن المتابعة ديالكم والوفاء ديالكم بعدك نكون نصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله